أبو عبدالله الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحمة بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا يعني متغزين مخصوص أبو عبدالله الجزار كل الأطعيات وكل الحلويات ده غير العروض وكمان القصمات اللحمة مخصوصة لزبيلنا الغليين والأردر لكل مكان تلاقينا موصلين فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي تليفون 011 46 88 26 75 وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال تليفون 012 77 80 45 53 أبو عبدالله الجزار أطعم لحمة وأحسن اختيار موسيقى مرجعنا لكم بعد ما شفنا تقرير عن الإيفنت فاشون ناشو طبعا عشان جمالك يهمنا وأزيائك تهمنا وكمان مطبخك يهمنا النهاردة برضو هنكمل إعداد اللحوم وغزارك في بيتك أبو عبدالله إزيك منورنا النهاردة وكمان عبدالله منورنا عبدالله النهاردة جاي النهاردة يطلع الحلقة معنا النهاردة بدل عبدالرحمن بقى كده وكل مرة تورينا الفغدة دي يعني بسراحة دي أهم حاجة الفغدة واتدوعنا دي أهم حاجة الفغدة الفغدة دي حبا بيتنا بقيت صحبتنا وإن شاء الله بقى ما ينفعش أن هي الفقرة ما تجيش بالفقدة دي ده لسه بقى الحلقات الجاية هتشوفي بقى الكتف هتشوفي الكتف و هتشوفي حاجات تانية في اللحوم هتشوفيه مصنعات بس يعني هناخدها واحدة و واحدة كده برضو الظهور لا يبقى تضيفة لا دي ما ينفعش تتغير بعد كده الفانة دي أصلا يا خلاص موجودة هتخرجوها من الستوديو مش هتخرج بيقولك مش هتخرج من الستوديو كل مرة ما بتخرجش من الستوديو إنتوا بعد إزاي كابا عبدالله وحشنا وطبعا منورنا عبدالله يعني بجد مرة فات كان عبدالرحمن مرة دي عبدالله الله أكبر عليهم عبدالله ابني يعني بسم الله ماشاء الله ربنا يخليه كده جزارين صغيرين بس هم مهتمين بالتعليم أكتر يعني تلت سنوة أقولك ألم والأدوين ماشي قلينا بقى خلينا ندخل في الموضوع لإني بجد بجد كل بنات حوة بيستنوا مطبخ بنات حوة عشان يشوفوا فقرة الجزارة دي يا رب بس إن احنا بكون بس يعني فدنا جمهورك كده أستاذة ماشاء الله بقى يجلنا أسئلة كتير واللحمة والبنيا دي يعني أول حاجة أنا شايفة على الصفحة بتاعتك إن انت بتعمل عروض بجد طحفة والله إحنا بنتمنى بس إن إحنا يعني إيه مع الظروف المعاشية مع الناس بنحاول إن إحنا برضو أولا إحنا بنغضب نفسنا هو إحنا بماشيين برضو إيه بيع كتير هتكسب قليل هتكسب أكتر وفي نفس الوقت بنزود جمهورنا يعني فضل الله الحمد لله لو أن اللحمة فيه ارتفاع اللحمة فيه ارتفاع اللحمة واللحم والدواجن فيه ارتفاع جامعة بس برضو أسعارنا إحنا زي ما إحنا برضو إن شاء الله يعني برضو إحنا ماشيين برضو أسعارنا أسعاره زي ما هي إن شاء الله أسعارها زي ما هي وإن شاء الله دخلت رمضان برضو إن شاء الله يبقى فيه عروض أكتر وإن شاء الله يبقى فيه حاجات جميلة حضرين طيب أستوك كله يلا خلينا بقى نشوف صاحبتنا النهاردة انت في حاجة قبل الهواء قلت هيلي معلومة مهمة جدا مش عارفة ايه هي اللي فوق السودة دي دي انا بس حبيت اجيب الفقدة النهاردة واسيف فيها حتة الشعرية دي كده عشان تبقى ايه ده دليل عنه ده اللحوم البلدي البلدي بتاعتنا اللي هو البلدي اللي هو دايما عندنا احنا قلنا ده ايه جاموسين ولا لا ده بقري ده بقري اللي هو الكندوز ده البقري اللي هو الكندوز فدي العجلة عندنا البلدي معنف يا احمر يا اصمر ده اللي هو اللحوم البلدي اما اللي هو ابيض في سود ده برضو في الاصل هو مش بلدي يعني السلالة بتاعته اصلا مستورضة بس متراب هنا وواكل هنا برضو بيمشي زي زي البلدي اللي هو الابيض في سود فيه عجول تاني بقى اللي هي البرازيلة اللي بتيجي من برة وفيه سودان وفيه اسيوب فيه كذا نوع يعني بس هنا الوقت انا اختصاصي في اللحوم البلدي بس اللي هو ايه اللي باشتغال في محل يعني كبير اللي احنا شايفينه إن شاء الله كل جمعة بتعمل لنا عروض يعني كل بنات حوى وكل مشاهدين بنات حوى بيستمتعوا طب إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا وقلنا عن عملنا لهم البفتيك وعملنا نشاورنا عملنا لهم وش الفغدة تكلمنا عن وش الفغدة فإحنا برضو هدي نبزة برضو للجمهورك برضو اللي هو ما تابعش الحلقات هنشرح لهم برضو الفغدة بتتكون من إيه عشان برضو جمهورك اللي هو ما شافش الحلقة أو كده أو هيخش عليها أنا شارحة تاني دا مش شارحة ما شوش الحلقة أنا توتما أنا قاعدة ايه الجزار اللحمة دي اللحمة كده ده أنت بتفاهمينها يعني بصراحة الحمد لله في بنات حوى دايما بنجيب لكم كل جديد يعني وإحنا يعتبر أول حد يطلع لهم اللحمة بفغدتها بلحمة حين فقط يلا نبدأ بأنه هذا هتعمل النهاردة هنشرح السمانة بس هنشرح الفغدة بس برضو على السريعة كده برضو لجمهورنا عشان نذكرهم بيا برضو كده دي الموزة دي الموزة دي كده ودي فرخة الموزة وده عرق التريبيانكو لأنه هو نازل تحت فرخة الموزة ما بين ضهر الفغدة ووش الفغدة ودي السمانة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ودي القلاطة يبقى الفغدة موزة فرخة موزة وش فغدة سمانة ضهر الفغدة العرق التريبيانكو اللي هو الرستو اللحمة البردة اه وش الفغدة ودي القلاطة اللي تاعة احنا عايزينك في مرة كده تعمل لنا الرستو اللحمة البردة اهه الحلقة الجاية ستة التريبيان ملك الرستو عشان كل ستات البيوت ما بيعرفوش يشوفوا حاجة كده غريبة لا لا نجيب لهم نجيب لهم العرق الرستو اللحمة البردة ونربطه لهم ونحشه لهم كمان ونسويه لهم كمان يعني نستوي ازاي كمان فالنهاردة بقى جبنا لهم بقى السمانة طب ده شكل السمانة الشكل الخارجي بتاعها كله عارف ان السمانة بيقولك عزكت على السمانة طب تعرف بقى ان السمانة دي بتنخصم بتتجزأ بردو ثلاث اجزاء في حاجة اسمها اسبوع السمانة في حاجة اسمها الخد بتاع السمانة في حاجة اسمها وردة السمانة او موت السمانة كله ده في السمانة في الكتلة السمانة دي كده هقول لحضرك بس دي السمانة الشكل الطبيعي بتاعها كده انا دينا ستة البيت المرة اللي فاتت ان هي تقتصد في بيتها ان هي تجيب حتة وهي تبزع بقى برحتها وتعمل كل اللي هي عايزية انا دلوقتي جبت دلوقتي ديها بقى وردة السمانة اللي انا بطلحها دي الاول ده تفصيل والسمانة تعرف تهم كده عبدالله؟ انا نتعلم انت جينا هلو تتعلم بلقي عبدالله بيرد على تليفونات وعبدالله كمبيوتر يعني داخل في سكة كده يعني عبدالرحمن بس هو اللي ما شاء الله المرة الفاتت شفاها يعني اسمها شفاها؟ ده عبررحمن جزار جزار علمني اللغة عبررحمن جزار جزار يعني كل الناس بيقول لهم انت بقيت جزارة دلوقتي خلاص ده لسه كمان ده لسه كمان ايه بقى دي اللي انت اعطاها دي؟ دي بقى وردة السمانة دي انا عم حاجة في كباب الحلة في السمانة هي انا عم اللي انت قلتها لنا في اول حلقة خالص؟ دي بصي دي هي اللي ماسكة في العظم واي حاجة قريبة من العظم نقوليها وانت متطمنة يعني اي حاجة مثل زي الكتعة معينة كده اي حاجة قريبة من العظم تعرفاني انها لحمتها نعمة انا بقى دلوقتي طلحت دي وردة السمانة في حاجة برضو اسمها صابونة السمانة اللي هي دي كده اعمل زي الصابونة كده المصل ده بصي كده دي انا جيبت السمانة زي ما هي ما بفصلهاش يعني حبيت ان انا فصلها هنا قدام جمهورك عشان برضو يعرف شكل السمانة حتى يبقى عارف لدي مش اي قطعة لحمة حمرة هي سمانة لأ با انت معين عشان نعرف كل حاجة ونقطع ازاي ونعرف كل حاجة في اللحمة دي طلعناها دي بقى كده دي وردة السمانة دي نعمة جدا اه دي نعم بها ايه بقى؟ دي كباب حلة برضو؟ اه دي كباب حلة في الخضار حاجة يعني حاجة نعمة او انا لما جيتها كل مرة هتاكل هي كباب حلة اطعط وطع وطعلي وتقول لي خد يعمليها كباب حلة نعمة زيت من كباب الحلة عايزة تاكل ايه بس طيبا؟ عازيني من حاجة تايني شوفو انت عايزة تاكل ايه؟ يعني دي انا ممكن استخدمها في ايه تايني؟ ممكن استخدمها شوارمة حيطة لحمة نعمة ممكن استخدمها فالخضار برضو كل واحد حسب بيصنى في الاكل حسب بطريته هو لكن انا يهمني ان انا لقطعة اللحمة دي بصو عاملت زي بيسموها موشت السمانة اللي لفحق نسبة الجيلاتين دي بسيطة قوي كده بس من النوع عم جدا دي نعمة 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 بطريقة رهيبة يعني ممكن مش هقولك تتشوي لك دي ممكن مغاربس هتشم النار كده هتستوي معاك حتة لحمة نعمة قوي دي اللي هي بيسموها وردة السمانة يعني دي أنا ممكن استخدمها مثلا في الشاوي هو يفضل الشاوي على الفحم دي تشوي على جريل أفضل جريل الكندوس في شاوي على الفحم مايفضلش مايفضلش نشوي على الفحم في الكندوس كله غير عرق الفلكتو طب إيه اللي شوي على الفحم ضاني البتلو لكن أنا في الكندوس كله عندي ماعندش غير الفلكتو которого تشوي على الفحم لكن عندي الأنتركوت برضو ممكن يتشوي بس على جريل في الطاصة الديفال كده يعني مثلا برضو هنج lui برضو أنتركوتو نسو thirsty عندي خمس دقيقة كده آشنا معك كتير هنعرف بلا حاجة خمس دقيقة كده وخمس دقيقة كده هتأكليها هتكليها خمس ده بس كده لان كل ما هتساوي فيها فانت بتنزل العصارة بتاعتها هتنشف معاك فهي ما ينفضلش على الفحم على الفحم هتتنزل الدسم اللي فيها هاكون حكية لحمة ناشفة فدي في الفلتو بس عشان الفلتو ده انا عامل قطع في اللحوم كلها هي قطعة الفلتو اما انا دي لو عايز اكلها بتاعمل شاوي هعملها على الجرامي هاخوتها برضو نفس اقديها مثلا انا لو قطعتها شريح كده اه شريح كده ايه هديها مادة دهنية من غير مادة دهنية ولا حاجة لان فيها من جوها كده بس لو انا عملتها كده وملح في الفلتو بس كده وفي الطاست دفال او الجرال كده تلات دقائق كده او تلات دقائق كده هاكلها اكتر من كده هتنشف معاك لان العصارة دي كلها هتنزل يبقى اللحم معاك ناشفة زي الاستيك كده اه بالضبط زي الاستيك كده فانا لو قطعتها شريح كده اكبر من كده بس انا عشان دي كنت معطعها من قطعة الخضار لكن هي لو بص الدليل على النومية بتاعتها ان لو ضغطت عليها كده هتفرد معاك دي اسمها وردة السمانة وردة السمانة هنفصل بقى فيه حاجة تاني بقى حاجة اسمها وصباع السمانة متعلم عبدالله عبدالله متعلم بقى يعني ايه بيعرف اسامي بس كده يعني بس هو يعني ايه يرد على طرفينات كويس يعني مش 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 هارف يفصص لنا كده التفاصيل لا عبدالرحمن بقى اللي يفصل بقى يعني لكن عبدالله على قدو يعني عبدالله مهتم بالتعليم اكتر يعني خلاص يبقى انت تيجي بقى زيك زي دلوقتي انت احنا دلوقتي نتعلم احنا اتنمها بقى هو جاء النهاردة بس عشان يمسع على جمهورك بس كده النهاردة هو بنورنا الله يخلي كاستيك كده السمانة بقى هنفصل اللحك دي كده قطلينا يا ابني خش ايوه خشي كده على اللحمة كده وورينا المنظر هوريك بقى دي حاجة بقى اسمها صبوع السمانة قصة ثانية بقى دي صبوع السمانة في الاكل دي لعنة برضو دي الكمالة بتاحت الفلتو اللي كنا بنتكلم عليها من شوية الفلتو انا عم حاجة يعني الفلتو دي الفاخدة مثلا هي الفلتو بابيت الكلو من تحت لما هاوصل كده في الفلتو هلاقي الفلتو بيبقى هنا كده اللي هي الرص بتاع الفلتو بتبقى هنا عند كده ووريهم ايوه وورينهم الكاميرا كده كده لصيب البيت تعرف اه baix ده الي تحت هنا يه اخر حاجة في الفاخدة تحت الفاخدة دي بقى كده فيه البيت الكلوي الي هو الريش الي ها لانترقض ببقى ماسك فيها الفلتو راص الفلتو بقى بتبقى Game How La Product ده دي دايلا من النواعين فدي بقى تمشي معايا ايه بفتيك تمشي معايا بكاتة لان بص كده هتلحمة عاملة ازاي لو بص هارج بص عاملة ازاي او ايه ده انا عم بديه كمان نعمة اوي دي نعمة جدا ده الصبع وده الصبع بتاع السمانة اللي هو الوصلة بتاعت الفلتو بس شكل اللحمة عامل ازاي يعني انا كل كل ما احتاج حاجة نعمة اوي الاطفال مثلا الاطفال ما او الكبر السن او الكلام ده هاخد لهم السمانة لان اي حد دلوقتي او هاي حد من العملة مثلا دايما عايز حت لحمة حمرة دايما بيقلي ديني وش الفغدة طيب وش الفغدة ده من مش ناعمة معليش اخش ايوة ايوة شكرا جدا لكم اه ده صبع السمانة بس على اللحم عشان تعرفي اه ده شكل صبع السمانة اهو تعرف ازاي شكلها عايز ايوة بزر ما يغضعك بالضبط كده انا عايز اقطعها بكاتة بقطع يعني ايه نفس السم كده 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 هلاقي دي كده جميل ايه بص هطلحها كده بكاتة طبعا دي انا اقطعت التعطيعها كده عايز اعملها بفتيج لا بص لا دا ودست عليها كده خلاص فردت معايا لوحدية عاملها بفتيج عايز برضو عاملها على جريل يعني طالما حيطة لحمة نعمة وبالذات اللحمة اللي انا بشتغل فيها يعني بيجيبت دايما الكندوس بتاع الصغير وعالفة خاصة دي كندوس صغير ده كندوس صغير اه دول لحم البقى يعني اللي هو العجول البقى للصغير فدي انا بقطعها كده مثلا بكاتة طبعا البكاتة ممكن ايه بتبقى يقل من كده في الحجم شوية بس ده كل واحد حسب استخدامه عايز القطع بشكلها ازاي عايز اعملها على اتنين هعمل اهو اهو القطع كده وهاخدها على اتنين عايز بقى نعملها بشكل معين مثلا عايز اطلع باش عايز اطلع منها شوير ما ممكن اعطع مثلا حاجات منها صغيرة كده يعني لما السبعة السمانة هادورها داير ما يدور كده وهلاقي باقي حيط كطر لحمة عشان اطلعها بالشكل ده برضو زي ما احنا قولنا اول حلقة ان ست البت ما تخدرش اي حاجة عملتي كده عملتي ده عملتي ده كل ده بيتجمع وتحط فين في الفريزر يعني انا بالسمنة دي كلها انا ممكن ما اطلعش من انا ممكن لو اي كطع حتى وانا بوضع عشان اطلع على الشكل ده ممكن اطلع حتى تلحمة صغيرة زي دي كده اه يعني خليك معينا علشان ايه اه اه اتعملي كل اللي احنا بنعمله ده وفي الاخر برضو عبو عبدالله هيوريك ازاي ان اتي تعملي مصنعات اللحوم فلو حوشت شوية من الحاجات اللي احنا عمال نعملها دي خليك معينا عشان نعمل مع بعض اه لو انا اطلعت حتى تلحمة صغيرة مثلا اطلعت حتى تلحمة صغيرة كده هستخدمها لو شوحت كده بصلايا كده وارد الفلفل احنا قلنا الدهن ده اللي احنا هنحطه مع المفروض الدهن ده اه ده يتحط مع المفروض بس طبعا مش هتفرم الدهن الواحده انا ممكن اطلع الدهن ممكن انا مسلا حتى دي السبعة السمان انا الوقت عشان اوضب سبعة السمانة دي كده وطبعا العميل بيبقى عايزها حمرة خالص باضطر اشيله ده كده فانا لما اشيله ده كده خلاص انا اللي هيطلع ده كله ده خلاص ما هي لح ما هي من نفس القطع اللي بياخدها بس ده عشان في نسبة الدسم شوية قديني بتلحها كده وهقول له فرمهالي كل ده هيطلع ده كده هفرمه هعمله كفتة هعمله بورجر هعمله سجوء اسهل حاجة خالص انا مش هعرف هعمله وانا في البيت هصنعه في البيت لأي حاج بيه هعمله حواوشي ليه لان انا هفرمه هفرمه زي ما هو كده مفروم من عند اول الجزاري فرمهولي واخده بفرم جهازه حطه في الفريزر عنده ولما اجه طلع هجيب بصلايا وفي نفس اللحظة كده بصلايا وقرن فلفل وخلاص وفي العشب بالنسبة لي حواوشي المهم هوا ان انا مرمش حاجة اه المهم ان انا مرمش حاجة اه المهم ان انا حاجتي طرح ما انا تفع فلوس جيب أنا أستخدمها أستفيد بيها وأنا برضو لما أجأ أقول عايز كيلو اللحمة من دي كده وعاو كيلو اللحمة من ده أقل لي حاجة 150 جنيه مثلا بالقطع بالشكل ده كده لكن لما أخذ الكتلة دي على بعضيها وأنا أقطع بقى هاخدها ب130 جنيه هاخدها ب120 جنيه هاخد الكتلة على بعضيها وأنا هصنع منها اللي أنا أعايزه سواء أنا أعايز بوفتيك هطلع بوفتيك فيه بقى خد السمانة هودا ده بقى تقطع بقى البوفتيك هتطلع بشكل معي بوفتيك ده اللي هو اللي خدت على السمانة فأنا مش عايز أرمي حاك أنا أستفيد إن أنا دلوقتي خدت السمانة على بعضيها هطلع منها أولا هستفيد إن أنا خدتها بسعر قليل عشان الجزار ما يجيش يصنف لي كل قطعة لحمة البوفتيك بسعر وكامل حلة بسعر والمفروم بسعر ولاي إن أنا كده بقى التكلف علي أنا دلوقتي منكم أقول لك دين القطعة دي على بعضيها وأنا مش هارمي حاجة منها هستخدم منها كل حاجة عايز منها كباب حل هاخد عايز منها بيكاة هاخد عايز منها مفريك هاخد عايز منها ستيك برضو هستخدم عايز مفروم هستخدم عايز حواوشي عايز أي حاجة خدت من الكطعة بتاعتي والهلك بتاحنا والله يا أبو عبدالله إحنا مش عارفين بيقولك إيه صراحة يعني إنت يعني ما فيش جزار بيعمل كده اللي إنت بتقوله ده لا يستوكما والله احنا دائمين حتى بيقول العميل اللي داخل عندي حتى بيقوله بيقول عايز اللحمة بقوله هتستخدمها ايه ايوه انا شفت فعلا بنفسي اه يا هتستخدمها هتعملها ايه اه لما كنت في اللايف شفت حضرتك كلمت واحدك عايزة مصممة انها عايزة قطعة لحمة معانا انت قلت له هتستخدميها في ايه وهتعمليها ازاي وكل الحاجات دي ما تقوله احنا بنحافظ على العميل بتاعنا احنا برضو عايزين نكسب مثلا من ثقة العمل اللي بتواتنا عشان بنقدم بنودي له حاجة يستفيد بيها لان اي حد النهاردة بيخش عند الجزار معلش انا اسف بيبقى جاهل في اللحوم هو مش عارف هو بالنسباله شايف كترة لحمة حمرة يعني ممكن يخش على ظهر الفقدة بشكلها جميل جدا وتعجبه اوض بس ناشفة يعني في الناشفة انا ما اخدش بالشكل انا اول حاجة بص على اللحمة ببص على الختم بتاعها عارف لده كان دوز لحم بلدي صح ولا مصصح وبص على النسيج كترة لحمة بتواتنا محمر قدامي ببص على النسيج بتاعها لما لقي النسيج ناعم او كده خلص يبقى انا اعرف ان الكترة لحمة دي نعمة لكن كترة لحمة لو لديت النسيج بتاعها خشم اللي هو تلاقي كده زي النسير كده عمد زي الصوابع كده النسير كده النسيج بتاعها ببقى تخين شوية اعرف ان دي هتاخد معي سوية شوية فدي احسن حاجة دخلت في المفروض ليه لانا لما فرمت الحاجة انا خلاص طحنتها خلاص يعني مسج زلاطا في البلد ولا اي حاجة بأدرة خلاص بأدرة بأدرة بأد Hare فانا اي وبالذات في المفروض عايز كتعة اللحمة الخشمة مش عايز النعمة يعني ما اجل اختار في الفرم انهي الافضل افرم حتة اللحمة النعمة دي بقى بغض نظر عن سعرها والافرم دهر الفاخدة اللي هو اقلي في الساع في المفروض افضل ان انا اخد دهر الفاخدة اولا هيب اقلي في الساع وفي الطعم اجود أجود من اللحمة النعمة عندي مثلا الفلتو ده وأغلى قطعة في اللحمة كله هو الفلتو حال أنا مثلا دلوقتي أنا حالتي متأسرة وبتاع أنا عايز أكل حاجة بس أنا مش عايز أكل حاجة كويسة فممكن أقول الفلتو فرمهول مش معنى أن كل حاجة سعرها ركفع فهي هي تبقى أفضل حاجة في الحاجة دي لأ فأنا لأ ممكن أختار النهاردة أقول الفلتو في الفارن لا هيبقى هيمز المعازي العجيل مش هيبقى كويسة لكن أنا دايما بدور على في الفارن بدأ أخذ ظهر الفغدة بأخذ غطر رأة بقى بيفرق الفارن النعمة دي من الخشنة طبعا في الشكل يعني أنا لما أروح عند الجزارة أشوف مثلا هو فارن لحمة جاهزة كده قدين هتبان؟ طبعا هتبان 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 هتبصت هتلاقي مثل زي عامة زي البودرة زي العجيلة كده أما التالي تلاقي مخرزة هتلاقي الكطعة نزلة كده بالنسيج بتاعها هتلاقيها مخرزة بالنسبة في المفروم في الكطعة الخشنة وده في الطعم ما بتاخدش بقى سوى لأن أي حيط تلحمة مهما يكون كبيرة طالما تفرمت هي ما بتاخدش سوى خالص مجرد بس طبعا أنا لو فرمت النعمة دي قوي هتنفع في الكفتة؟ يفضل لا أيها يفضل لا سؤال مهم يفضل لا أنا دايما عشان أفرم أنا عايز يعرض كفتة يعني عايز عارض عايز حاجة تمسك معايا فلما أكون عايز ليه الناس نرى بتقولك أنا عايز أعمل كفتة رز مثلا لحاجة أقولك أختار اللحمة الجملي بيختار النسيج اللي هو الخشن معاه بيختارش مثلا الحتة النعمة فدايما كده عشان كل ما تكون كطعة اللحمة خشنة بتديني عارق كويس مع التوليفة بتديني عارق تمسك معايا على السيخ أو ما تفكش معايا يعني اختار في الكفتة إذا كان مثلا هشويها على الجريل أو هشويها على الفح الخشنة أي حتة لحمة في الفرم يفضل الخشنة في ناس تقولك لا أنا عايز حتة لحمة نعم عشان ده حد يقول لا لا مالوش علاقة طب سؤال مهام قوي تفضل نسبة الدسم اللي أنا حطها في الكفتة نسبة الدسم بس أنا أتي مشكلة عندي طيب نسبة الدسم دي سده بتاعي 15% يعني مثلا لو أنا خدت مثلا النهاردة جبت كيلو لحمة حمرة هحط عليها 100% مسلي كده أنا دلوقتي معايا كيلو اللحمة أنا معايا مثلا كيلو لحمة أخط حتة الدهنة دي أدي أنا معايا مثلا كيلو لحمة أه ماشي؟ هعتبر أن ده كيلو لحمة هاخد دي مثلا 150 جرام عليها دي كده بالدسم اللي فيها دي كده وافرومها معاها بس يفضل لما جاء فروم كفتة قطعة قد إيه؟ أنا ست البدلات ما عنديش أنا مزنة أنا وزنة أنا 150 جرام ده طيب هقول لها 150 جرام ما هدي مش كيلو ما هدي برضو لما جاء لأسيان يعني أنا دلوقتي معايا كيلو لحمة حط عليه قد إيه؟ قد إيه؟ قد إيه؟ قد إيه؟ أهول لها كل كده من 150 جرام لـ 200 جرام ده دي لو أنا أعملها تبقى كفتة مظبوطة صح؟ كفتة اللي هي على الفحم أو على الجرين أنا ممكن أحط أخد على كيلو لحمة ممكن أحط نص كيلو دهنة عليها بس هترى أزود حاجات تانية هتبقى كفتة ممكن أزود برغل هزود فلسوية كله ده بيمتص الدهون معايا لو أنا زودت الدهون طب الدهون دي مش هتسيح وتنزل؟ لا البقصمات هيشرب الدهون البرغل هيشرب الدهون بقوله ده هيبقى في الأخلح بس في النهاية هيبقى التست بتاعي والطعم بتاعي إيه؟ فيه فرق يعني أنا عندي مثلا في المحل عامل كيلو كفتة بـ 60 جنيه اللي هي علىها نسبة البرغ دي وعمل كيلو كفتة تاني برضو بس بـ 100 جنيه اللي هيبقى اللحم على الحمر الخالص دي بقى كده اللي هيبقى كفتة مخصوص فانس بالدهسن بقى اللي هو إيه؟ 10%-15% دي بقى عاملها مثلا العمال بتوعي كده مثلا عندك ده الشكل ده والشكل ده عندي ده وعندي ده أنا حب ده أكله وأنا حب ده أكله طيب أقول لي تاني كده المية وخمسين اللي هي الحتة قديت الحتة دي قديت كده هيدي كده 150 جرام أنا جايين النهاردة نعرفك على كيلو اللحمة دي كفتة المخصوص دي اللي هي كفتة أعلى حالة العادية لكن أقل من كده مش هتبقى كفتة مش هتمسك يا أنت أصد آه مش هتمسك هتبقى لحمة حمر وصافية حتى مش هاخد فيها طعم الكفتة مش معنى ذلك إن أنا عايز كفتة وبقول أنا مش عايز حاجات فيها دسم وكده يبقى أنا ممكن إيطاع لي كيلو لحمة حمر وفرموه لعمل كفتة مش يبقى له طعم أصلا طب ماشي سؤال تاني أنا دلوقتي هجايبة لحمة مفرومة من عند الجزار ومعرفش إن هو حطت فيها قد إيه دسم أعمل يعني أشوف طبعا الدسم لو كتير أحط اللي أنت بتقوله ده برغل أحط برغل بقصو موات فولسوية بس دي في حالة من أعملها صانية لو صانية في الفرن لو صانية في الفرن مهما أزود كمية البرغل أو الفولسوية أي نسبة دسم بتخش على الفولسوية وتخش على البرغل بتدينه طعم فأنا كده كده هسبحها وحطها في الفرن مع اللحمة يبقى اللحمة مع البرغل مع الدسم كل ده هيديني كفتة في الآخر وهقولها تبقى ممتازة بس عملها صانية في الفرن لكن لو عايز أكل كفتة على الفحم صح أي كيلو لحمة حمرة أي أنك النوع بقى سواء هو بائري سواء هو جموسي سواء هو جملي سواء هو مستورد سواء هو أي كترة لحمة يعني مثلا لو حد يقولك أنا عايز أكل كفتة ضاني عايز أقول برضو معلوما للناس مفيش حاجة اسمها كفتة ضاني مش مفيش حاجة اسمها كفتة ضاني لو أنا مسكت كيلو اللحمة ضاني وفرمت عملته كفتة مش هيمسك معي خالص طريق إلا لو جبت نعجة كبيرة قوي اللي هي الأنسة اللي هي خلاص اللي هي المسك بتاعها يعني خلاص بقيت كبيرة جدا ما ينفعش تتسلق هي دي اللي ممكن تمسك معي في الكفتة فأي حد النهاردة بيتكلم على الكفتة ضاني أنا هجيب كيلو لحمة أيا كان نوعه بقى سواء هو بقري سواء هو جموسي سواء هو جملي سواء هو مستورد أي نوع لحمة حمره قدامي لو جبت مية جرام ليا ضاني وحطتها عليه فرمتون والشين أو ثلاثة بقيت الكفتة بقيت كفتة ضاني لكن أنا مثلا ما روح عندي أي كباب جنارد وعند ما شكت أقول ليه مثلا كيلو كفتة ضاني ثلتمية جنيه بربعمية جنيه أنا مفيش الكلام ده هي دي بقى عمليه التجارة وحسب المكان اللي هو فيه لكن أنا لو عايز كفتة أنا عاملها في البيت هجيب كيلو اللحمة وعايز أكل بتاعم الضاني هاخد مية جرام ضاني على كيلو اللحمة خلال ده اتماعي كفتة ضاني طيب إحنا طبعا الوقت معك بيخلص بسرعة خلاص نح أه شوفت بقى ده لسه خد السمانة قل لي السادة المشاهدين عشان يستنونا الحلقة اللي جاية قل لنا هنعمل ايه هنتكلم في ايه دي مثلا خد السمانة دي خلاص دي ممكن أنا بقطعها النهاردة بوفتيك دي بتاعة خد السمانة بتاعة البوفتيك هاي بص هيطلع معاش شراحة كبيرة كده طبعا أنا مش هروهها دي وقت خلاص كده بس هي بدعم نستنو مشاهدين طيب دي باقت بالبوفتيك ممكن الحلقة الجاية نتكلمها عن القلاطة بقى القلاطة اللي جاية نشوفكو على خير مع ابو عبدالله جزار وهنعرف القلاطة اشوفكو على خير وبجد حلقتنا بتخلص معاكم بسرعة استنونا الحد اللي جاي ان شاء الله ساعة خمسة مع السلامة اشتركوا في القناة